أعوام من الحرب والحصار وضعف في أداء الحكومة وسلطة المحلية وشح في الأمطار ونظوب كبير بالآبار كلها أسباب أدت إلى أزمة كبيرة بالمياه بمدينة تعز وتفاقمت هذه الأزمة فالمياه حياة المدن والسكان لذا فالبحث عنه من قبل الكبار والصغار يكاد يكون يوميا وعلى طول الوقت من أمام الجوامع والآبار وخزانات السبيل التي يوفرها رجال الخير والمنظمات والجمعيات عندنا من السنة للسنة مرة بس وما يطلعش يعني عندهم ذريعة المواصر المكسرات المواصر ما حصل لها وهكذا زفر الماء بعشرين ألف خمس أجر ألف صحاب الولايات مرضيش نتقصو طيوم الحلاء يعني نحن بهذلين مشردين نازحين من الحديدة لاهنة قد تنتظر هذه الدباب لأيام أو أسابيع حتى يأتي رجل خير أو منظمة أو جمعية لتوفير الماء للمواطنين مؤسسة المياه والصرف الصحي متهمة من قبل المواطنين بالتقصير بإيصال هذه الخدمة رغم ما يصل لها من إمكانات ومساعدات من قبل الداعمين بحسب قولهم بينما يقول العاملين بالمؤسسة بأن هذه المدينة تحتاج باليوم الواحد لما يقرب من أربعين ألف متر مكعب وفي الواقع تنتج الآبار المحلية ألفين وخمسمائة متر مكعب فقط إضافة لمشاكل أخرى تتعرض لها المؤسسة المشكلة هم ما نقدر نعملها حاليا بالماء لما توفرها قد ضباع وقل الحيمة إذا توفر الماء ممكن نضخرهم لأن مناتق مرتفعة والماء ليس ممكن عندما توفرنا ماء نقمع داخل جارها ونضخ المناطق التي نقدرها نضخها لهم أخرى دخلنا منطقة الروضة عند الروضة الشرقية الروضة الغربية عند الموشكين والجهة الغربية دخلنا المدينة القديمة الظاهرية الأشربية تعطقلات القاهرة هذا كبيرا الجمهوري طبعا الماء الموجود عندنا دخلنا المناطق للآن لنا 15 شهر بدون رواتب طبعا طالبنا وخرجنا بعدة مسيرات ومجموعة من الموظفين كانوا وقفوا العمل لهذا السبب لأنه ما تقدرش تلزم الموظفين بالوضع اللي احنا فيه أنه يشتغل حتى الراتب مش موجود يعني يعاني أبناء تعز الأمرين للحصول على المياه فأسعارها أصبحت فوق استطاعتهم مما ينذر بكارثة تهدد أكثر من نصف مليون ساكن في هذه المدينة ومنهم اللاجئين القادمين من خارج المدينة والمحافظات الأخرى